و للمزيد من المتابعة ينضم إلينا هاتفينا الدكتور أحمد سيد أحمد خبير العلاقات الدولية دكتور أحمد بعد التحية يعني أهم ما توقفت أمامه في المؤتمر اليوم مؤتمر الاستجابة الإنسانية الطريقة في قطاع غزة والذي عقد في الأردن تحياتي لك ولكل مشاهدينك الكرام في الواقع نتوقفت عن كثير من المحطات أو الرسال والدلالة المهمة الرسالة الأولى بالطبع والدلالة الأولى كلمة الرئيس سيسي في المؤتمر والذي قدم خارج الطريق لمعالجة الوضع الإنساني في قطاع غزة من خلال إنهاء هذه الحرب الهمجية ضد الشعب القرسطيني ووقف إطلاق النار ثورا من خلال عودة النازحين وإدخال المساعدات الإنسانية وتنسيس قرارات مجلس الأمن الدولي من القرار ميشل قرار 2720 و2728 وغيرها من القرارات التي تنص على إدخال المساعدات بين عواق ونفاذ أيضا في هذا الاتجاه أيضا العمل على توفير الدعم والتنويل للأونر ووكالة غاوس وتجريل اللاجئين الفلسطينيين ثم أيضا الشق الآخر في خلال الطريق وهو الحل السياسي أنت غازري وقامة السلام العادل والشامل من خلال قامة دولة فلسطينية وأيضا أن يكون المجتمع الدولي بالمساعداتي وتحقيق العدالة الدولية لأن هناك الآن النظام الدولي على المحق خاصة فيما تعلق بغازة هذه الرسمية وهذه وخريطة طريقة التي تخدمها الرئيس السياسي هي شخصة الوضع وأيضا وضع حلول جزرية وعجلة وحلول شاملة سواء فيما تعلق بيئة الشق الإنساني أو الشق الأمني بواقع إطلاق النار وإنهاء الحرب أو فيما تعلق بيئة الشق السياسي وحل هذا الصراع وإقامة الدولة الفلسطينية في إطار حل الدولتين السالة الثانية والبلالة الثانية المؤتمر اليوم أنها تعاكس الدور للمسر المستمر والمركزي فيما تعلق بدعم الشعب الفلسطيني على كافة المسارات ومنها بتطبع المسار الإنسان في ظل الأوضاع الكارثية التي يعانيها سكان قطاع غزة منذ أكثر من ثمانيات أشهر من حرب التجويع واستخدام سرائل هذا السلاح الذي طالب الرئيس سيسي بأن تتوقف عن استخدام سلاحه ضد الفلسطينيين من خلال تحويل غزة إلى جحيم وجعلهم مكان غير قابل للحياة ومنع الغزاء والدواء والكهرباء وكل أوقع الحياة عن الشعب الفلسطيني فيما تعد جرائم ضد الإنسانية وكل القوانين والأعراض الدولية وبالتالي هذا المؤتمر هو جزء من الدور المسر المستمر سواء في المتعلق بالمساعدات المباشرة حيث قدمت مصر أكثر من 87% من المساعدات المقدمة لقطاع غزة سخرت كل إمكاناتها لاستطبال لمساعدات العربية والأجنبية أيضا حشش الدعم الدولي في اتجاه دخول المساعدات والعمل على هذه المساعدات من خلال هذا المؤتمر الذي رأيه أين اليوم في المملكة الأردناش الشقيقة والتي لها أيضا دور مهم لجالب مصر فيما تعلق بدعم الشعب الفلسطيني على المستوى الإنساني الرسالة الرابعة مهم حقيقة في مصر أمر اليوم أنها تضع المجتمع الدولي والكرة في منعبه خاصة المجتمع الغربي والمنظومات الدولية وسواء الحكومية الأمستوى أو المتحدة أو منظومات المجتمع المدني التي حقيقة كانت دائما تنادي بالشعرات للفقوق الإنسان والحربيات وكل غيرها لكن في غزة انقشف القناع ووجدنا الزواجات في المعايير وجدنا تغاضي عن جرام إسرائيل بل وجدنا تثيس الإنسانية من جانب الدول الغربية عندما قامت بقاطع التوميل عن أونروا مجرد من حياز الإسرائيل بعد قرارة حكامة العرب الدولي وبالتالي هنا مصر كدولة مسؤولة للنظام الدولي كدولة مؤسسة الأمم المتحدة كدولة تقوم بأسس خاصية في طالب محترام القانون الدولي الإنساني والبعض الإنساني في السياسات الخارجية شكلت مصر قطيرة حقيقة للعالم في مقابل ربما ذلك دكتور أحمد ما دعا مصر للتأكيد على ضرورة استعادة الثقة في مصداقية النظام الدولي بالطابع هذه نقطة مهمة لأن النظام الدولي كان نقول بكل صراحة وسقط في اختبار قطاع هناك الزواجية غربية وابحة انتفض الغرب مع أكراني على سبيل المثال ولم ينطفض ضد ما تقوم بإسرائيل من جرائم يعني أرقام مريعيبة منذ الحرب العالمية الثانية أكثر من 37 ألف شهيد معظم المساء والأطفال رأينا المجازر وراء المجازر وآخرها طبعا مجزيرة النصيرات التي سقطت فيها مئات الشهاداء الفلسطنين أيضا منع تجواس منع الحصار وغرق المعابر ومنع الغذاء والكهرباء والمياه المزيد كلها جرائم حرب جرائم متكاملة ومع ذلك الغرب وقف صامتا بل أحيانا مبررا لما تقوم بإسرائيل عندما يصرح كثير من المؤسسين الغربيين بأن ما تقوم بإسرائيل ليس جرائم إبادة ما زيت عن هذه الجرائم لا تقوم إبادة وبالتالي هنا مصر بهذا المؤتمر وضعت حقب الأزمة الحقيقية والكارثة الإنسانية ذاتي واجهها سكان قطاع غزة الذين هم على شافة المجاعة هي أيضا حشد تدعم الدولي وهذا الحضور الدولي المهم هي أيضا وضعت طريق للتحرك سواء تمتعلق بيح كم من المساعدات لتعويض الفجوة الكبيرة مع بينما اشتنجات قطاع غزة وما بينما يدخل القطاع بسبب تعانون الإسرائيلي وأيضا وفرت عمل توفير الأدوات السبل وإنهاء هذا العدوان هذا الحصار بمعنى أن مصر تسير في المصارات المتوازية المصار الإنساني وتكتف المعاناة إلى جانب المصار الأمن والتواصل إلى صفقة ووقف الحرب وإنهاء هذه المعاناة والمصار السياسي المتعلق بالحل السياسي الشامل للقضية التلسطينية ويحلوا من جزوره من خلال إقرامة الدولة التلسطينية المستقبلة نعم الدكتور أحمد سيد أحمد الخبير في العلاقات الدولية كنت معنا هاتفيا شكرا جزيلا لك ترجمة نانسي قنقر